أهلا أعزائي مكتوب وتعرفون الحق والحق يحرركم كثير ناس بتنادي في الحق وكثير ناس بتنادي في الحرية ولكن من خلال هذه الآيات الكريمة نستطيع أن نستنبط ونستشف أن الحق هو يسوع المسيح فالسؤال ما هو الحق بحسب كلمة الله وعلى فكر هذا السؤال سألوا بيلاطوس البنطي الحاكم في وقت محاكمة المسيح في دار الولاية أخذ يسوع للداخل واكتشف كما قال لم أجد أي علة يعني استشف يعني شاف براءة المسيح والمسيح قال له يعني إرسالية المسيح كانت لأشهد للحق فعلى طول بيلاطوس الخبير بالمعرفة سواء فلسفة اليونان أو الفلسفات المعاصرة فالكل يبحث عن المعرفة أو كمال المعرفة أو كمال الحق وهذا مكان يفعل أفلاطون وأرسطوف سقرات البحث عن الحق عن المعرفة والمكسيموم اللي قدروا يصلوا لإله هو ظلال لهذه المعرفة يعني شافوا وصلوا تقريبا إلى الحد لكن لم يختبروا هذا الشيء فالسؤال ما هو الحق وهذا كان سؤال بيلاطوس أوليس عجبا بيلاطوس بيسأل يسوع المسيح ما هو الحق وهو واقف أمام الحق أمام يسوع المسيح فهو المسيح الحق المتجسد فالمسيح هو تجسيم تجسيد لهذا الحق الحق المتأنس الذي صار بشرا فالمسيح أعزائي هو مصدر الحق وهو المقياس الكامل للحق وكل من يبحث عن الحق لابد أن يأتي إلى يسوع المسيح وهذا على فكرة مش أسطورة ولا مجرد أي كلام فعلا إذا في أي إنسان بيصلي من كل قلبه أريد يا رب أريد أن أعرف الحق ورين الحق أنا بأكد لك 150% لابد أن تصطدم بيسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر